قبل ما نشرح ونتكلم عن مادة الألبان عايز أبلغ حضراتكم أو وصلكم معلومة عندك أكتر من مصدر خلي بالك للتعلم أو لوصول المادة العلمية عشان توصلنا للمادة العلمية عندك أول مصدر هي عبارة عن المدرسة اللي انت هتحضر فيها إن شاء الله والمدرس الخاص بتدريس المادة عندك المصدر الثاني القنوات التلفزيونية المصدر الثالث اليوتيوب المصدر الرابع عندك الكتاب المدرسي إذن كل حاجة متوفرة خاصة بشرح المادة سواء كتمادة الألبان أو أي مادة أخرى خاصة بالتعليم الفن طيب إحنا هنبدأ إن شاء الله النهاردة أولى حلقات شرح مادة الألبان وهنشوف هتتكلم عن إيه ونعب لكده أن محتويات الترم الأول كله عبارة عن أربع وحدات الوحدة الأولى تتحدث عن اللبن كمحصول زراعي هناخد في الوحدة مجموعة من العناصر الأساسية ونبدأ نفرد تحتها كل عنصر بينقسم الإيه أو إيه محتوى من حيث المادة العلمية اللبن كمحصول زراعي اللي بالك اللبن كمحصول زراعي وأهميته من الناحية الزراعية بالإضافة إلى تعريف اللبن وتركيبه ده محتوى الوحدة الأولى نشوف اللبن وأهميته بالنسبة للإنتاج الزراعي قبل ما نتكلم عن أهمية اللبن من الناحية الزراعية نعايزين نتأكد كلنا ونكون عارفين أن المصدر الرئيسي للبن هي عبارة عن الحيوانات المسموح بتداول اللبن الناتج منها ديني مثال عندك ألبان اليموس الأبقار الماعز الأغنام الألبان النتجة من تلك الحيوانات هي المسموح بتداولها تب اللبن وأهميته بالنسبة للإنتاج الزراعي نتكلم عن أول نقطة في الأهمية اللبن غزاء كامل خلي بالك رخيص السمن ويناسب أيضا كل الأعمار اللبن وجبة غزائية كاملة من عناصر غزائية وبيتامينات وإنزيمات وصبغات وغازات طيب غير كده كمان في الأهمية الزراعية بالنسبة للبن تربية الماشية تربية الماشية اللبن تزيد من خصوبة التربة إزاي تربية الماشية اللبن تزيد من خصوبة التربة تطلع المخلفات الحيوان بيتغزى على علائق سواء كانت علائق خضراء أو جافة تنتج المخلفات أبدأ أخذ مخلفات الحيوان وتضاف إلى التربة الزراعية لتحسين خصوبتها إبا خلنا كام أهمية اتنين رقم ثلاثة التخلص من مخلفات المزرعة مخلفات المزرعة اللي عندك ادني مثال زي التبن أو الدريس أو مخلفات أخرى إبا عندي كام أهمية لحد دلوقت هم عبارة عن ثلاثة يعتبر اللبن خلي بالك من أهم الحاصلات الزراعية يعتبر اللبن من أهم الحاصلات الزراعية ومن أفضل الوسائل للاستفادة من عناصر الانتاج طيب إيه عناصر الانتاج عبارة عن الأرض والحيوانات والعمل خلي بالك ورأس المال طيب نشوف اللي بعدها ليه إيه السبب إيه السبب أن عندي أن اللبن من أهم الحاصلات الزراعية ليه عشان خطر أنا بستفيد أصلا من الحيوان للحصول على اللحة غير كده كمان يجرى تشغيل الأيد العاملة بصفة مستمرة في تربية الحيوانات غير كده كمان سرعة دورة رأس المال بتوفير إيراد نقدي يومي ناتج عن بيع اللبن اللبن غزاء كامل الدسم ويناسب جميع الأعمار بالإضافة إلى لو أنا دخلت على الأهمية الاقتصادية إذن انتهينا من الأهمية الزراعية للبن كمحصول زراعي أما الأهمية الاقتصادية لصناعة الألبان لتحتل المرتبة الأولى يمكن المركز الأول في معظم الدول أو في بعض الدول مثل الدنمارك بالأهمية الصناعية يعني أنا عايز أعرف يعني أهمية صناعية الأهمية الصناعية دي يعني صناعة الألبان نفسها متعلقة بأي صناعات أخرى آه متعلقة بصناعات تانية بيقوم على صناعات أخرى آه بيقوم على صناعات أخرى حين نتفاجنا أن هي بتشغل الأيد العاملة وسرعة دورة رأس المال ده كان في الأهمية الزراعية طب نشوفوا الأهمية الصناعية هنا رقم واحد إقامة مصانع الألبان تشجع مربي الماشية على زيادة إنتاجهم من الألبان لما أنا أقيم مصنع لبن إذن عندي مصدر أساسي لاستلام اللبن وتصنيعه وتصنيفه إلى أكتر من منتج لبني هتشجعني كمربي مواشي أن أزيد من عدد المواشي اللي أنا هربيها طب رقم اتنين قيام صناعات تقوم على صناعة الألبان يعني هي الصناعات دي لو صناعات الألبان مش موجودة إذن الصناعات دي انتكها يجل مثل صناعة الكارتون وعبوات اللبن الزبادي هاللي بالغ غير كده كمان في الأهمية الصناعية انتشار صناعات تتعلق بصناعة الألبان مثل الأدوات والأجهزة إيه هي الأدوات والأجهزة التي تستخدم في اختبارات اللبن أديني مثال عندك اختبار الحموضة نسبة الدهر الوزن النوعي كل الاختبارات دي بيلزمها مجموعة من الأدوات الأدوات دي هتصنع خصيصا لإجراء الاختبارات خلي بالك التي تجرى على اللبن رقم أربعة في الأهمية الاقتصادية زيادة فرص العمل وتشغيل الأيد العاملة منت لو جيت ترتب فرص العمل أو ترتب الشغل اللي بيحدث بداية من تربية الماشية عايزة يد عملة عملية الحلابة عايزة يد عملة محتاجة يد عملة هي كمان عشان خاطر أبدأ أسلم اللبن من المنتج إلى المصنع محتاجة يد عملة هي كمان بعد كده يجرى عملية التصنيع تحتاج إلى يد عملة بالإضافة إلى أنا عايز أعمل عملية تسويق للمنتجات اللبنية يعني بيع محتاجة يد عملة إذن صناعة الألبان بالنسبة للأهمية الاقتصادية بتعمل على توفير فرص العمل وتشغيل الأيد العملة طب غير كده كمان في الأهمية الصناعية قيام صناعات تعتمد على صناعة الألبان يعني مش هتطلع غير من صناعة الألبان وخاصة مثل صناعة سكر اللاكتوز أو مواد الطلاق أو البلاستيك المخلفات دي بتطلع منين أو بتطلع منين الصناعات دي بتطلع من مخلفات اللبن اللي هي عبارة عن الشرش لكن لو رجعنا لحظة كده المنتج الوحيد أو المادة الوحيدة التي ليس لا يوجد لها مخلفات هي عبارة عن اللبن لأنها بتحتوى على مجمع من المكونات أنا باخد كل المكونات وبطلع في النهاية أن المياة اللي بتطلع اللي هي موجودة في اللبن دي بتطلع في صورة الشرش وحاليا في التطور الجديد بدأ يتمى معالجة الشرش ويستخدم في الرأي نكمل تشغيل رؤوس الأموال وتحقيق العائد السريع لو أنت عايز تشغل رأس المال بتاعك معك فلوس وعايز تشغلها ممكن بسيطة خالص تعمل معمل ألبان وتبدأ بس يكون عندك خلفية لإقامة معمل الألبان بالإضافة إلى نشوف انتج اللبن يا ترى في مصر بيكفي ولا لا يكفي انتج اللبن احنا ذكرنا في البداية خالص أن أنواع الحيوانات التي تنتج اللبن هي عبارة عن الجاموس الأبقار الأغنام المعز نسبة اشتراك كل نوع من أنواع الحيوانات بنسبة كام نجد أن الجاموس ينتج حوالي 50% من جملة انتاج اللبن أما الأبقار تنتج 49% من جملة انتاج اللبن المعز والأغنام تنتج 1% إذن مجموع انتاج اللبن يصل إلى 100% من أكثر من حيوان طب يا ترى كمية اللبن المنتجة تكفي أو تفي الاحتياجات أو معدل الاستهلاك بالطبع لا تكفي طب هسد الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك إزاي؟ يتم سد الفجوة الغذائية عن طريق استيراد الألبان أو ترشيد الاستهلاك خلي بالك أو انتاج زيادة الانتاج المحلي يبقى علشان خاطر أنا أسد الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك خلي بالك لازم أركز على سلاس نقاط ما نقولها كمان مرة هنا ترشيد الاستهلاك زيادة الانتاج المحلي واستيراد الألبان لزوم سد الفجوة الغذائية يبقى اللي احنا ذكرناها الأهمية الزراعية خلي بالك للألبان أو أهمية اللبن كمحصول زراعي أهمية اللبن كصناعة خلي بالك أو في الاقتصاد بعد كده خدنا اللي هي انتاج اللبن في مصر ويطرى بيفي ولا لا يفي بالكمية هنا الكمية اللي بتنتج اللي هي 100% مجموعها 50% الجموس 49% الأبقار 1% الماعز والأغنام طيب إزاي أن أنهض وسائل النهوض بالصروة الحيوانية طالما أنا عندي كمية الانتاج لا تفي بعملية الاستهلاك أنا عندي انتاجي مش مغطيني كاستهلاك يبقى بالتالي لازم أهتم بالصروة الحيوانية لأن أنا باخد اللبن زي ما ذكرنا قبل كده من الحيوان تبقى اهتم بالصروة الحيوانية إزاي عشان أنتج لبن بكمية أعلى التوسع الأفقي والرأسي في الأراضي الزراعية يبقى أنا هوفر مساحة من الأرض الزراعية خلي بالك وتزرع بمحاصيل أو بأعلاف خاصة بالحيوانات عشان أقدر أعملها عملية التخزية عشان أحصل على أكبر كمية من الألبان بالإضافة إلى عشان خاطر أعمل وسائل النهوض بالصروة الحيوانية التوسع الأفقي والرأسي في حيوانات اللبن يعني هشوف أحسن سلالات إيه سلالات اللي تنتج لي كمية لبن كبيرة توفير رأس المال الكافي مع عشان خاطر أنا أنتج لبن لازم رأس مال أصرف على الحيوان أو أجيب له أو أوفر له العلائق أو أوفر له الرعاية الصحية غير كده كمان وسائل النهوض بالصروة الحيوانية وإنتاج اللبن توفير العمالة المدربة توفير العمالة المدربة في إجراء عملية الرعاية للإنتاج الحيواني أو للحيوانات بالإضافة إلى الرعاية الصحية بالإضافة إلى التخزية ثم ننتقل إلى إنتاج اللبن توفير العمالة المدربة في عمليات التصنيعية في العمليات التصنيعية خلي بالك الرعاية الصحية لحيوانات اللبن لازم أراء الحيوان من الناحية الصحية عشان يحجج لي أكبر كمية من إنتاج اللبن التحسين الوراثي لحيوانات اللبن كلمة التحسين الوراثي يعني استنباط أو إيجاد أفضل أنواع الحيوانات في إنتاج أو إضرار كمية اللبن اللازمة كل ده أنا بحاجة أو بحاول أعمله عملية تحقيق ليه؟ إيه سبب؟ لسد الفجوة الغذائية إذن اهتمامي بالصروة الحيوانية مهم جدا ومرتبط أيضا بإنتاج اللبن التسجيل والحصر للحيوانات اللبن أنا بعمل عملية تسجيل وحصر لحيوانات اللبن عشان أعرف كمية الإنتاج قد إيه؟ أعرف أنها أستهلك أدريع علائق خضراء أو علائق جافة دي اسمها وسائل النهوض بالصروة الحيوانية بالإضافة إلى الاستفادة من مخلفات تصنيع الألبان الاستفادة من مخلفات تصنيع الألبان مثل الكازين وسكر اللكتوز الرقابة الصحية على إنتاج اللبن لازم يكون فيه مراقبة صحية على إنتاج اللبن زيادة الدعم الموجه لصناعة الألبان بمعنى أننا لازم أعمل عملية إلغاء للتعريفة الجمركية لللبن لأننا سأستورده من الخارج لسد الفجوة الغذائية غير كده كمان توفير النقد الأجنبي الفلوس اللي هتساعدني في إقامة مشروعي وضع خطة لتدريب الكوادر المختلفة لازم يكون عندي الكوادر المختلفة اللي هتشتغل عندي تكون مدربة إذن سريعا كده قبل ما نخش على تعريف اللبن خدنا الأهمية الزراعية لللبن كمحصول زراعي خدنا الأهمية الصناعية للألبان ودورها كصناعة خدنا وسائل النهوض بالسروة الحيوانية قبلها خدنا وتكلمنا عن إنتاج اللبن في مصر ويطرى فيه فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاف ولا لا وجد أن فيه فجوة وعرفنا إزاي نعدل الفجوة أو نقلل من تلك الفجوة تعالوا ما نخش على تعريف اللبن عملين يقولوا ألبان اللبن ده عبارة عن إيه هو عبارة عن إفراز غدي طبيعي لإناث الحيوانات السديية واللي نحن نقول أن نعمل أنواع الحيوانات الحيوانات المسموح بتداول ألبانها نكررها تاني الجاموس الأبقار الماعز الأغناء نرجع لك تعريف مرة تانية تعريف اللبن هو عبارة عن الإفراز الغدي الطبيعي كلمة غدي ناتج من غدد لبنية داخل درع الحيوان إذن هو الإفراز الغوضي الطبيعي لإيناس الحيوانات السديية إمتى عقب الولادة مباشرة إذن أعلى كمية إضرار أو إضرار اللبن ما بتم إمتى بعد عملية الولادة إبقى الإفراز الغوضي الطبيعي لإيناس الحيوانات السديية عقب الولادة مباشرة خلي بالك وبعد انتهاء فترة السرسوب فترة السرسوب تسمى لها اسم تاني اسمها فترة اللبأ عشان لما نيجي بالامتحان ونقول لك عرف فترة اللبأ ما تطلق باش اللبأ هو نفسه السرسوب نعرض جعل التعليف مرة تانية هو الإفراز الغد الطبيعي لإناس الحيوانات السادية عقب الولادة مباشرة وبعد انتهاء فترة السرسوب التي تتروح مدتها من 3 الى 7 ايام لو انا جيت اشوف لبن السرسوب هو مخصص لايه مخصص للعجول الرضيعة ايه الهدف بالنسبة للحيوان من استخدام لبن السرسوب بيعمل على تفتيح الامعاء وامداد جسم الحيوان خلي بالك بالعناصر الغذائية اللازمة من عناصر غذائية زي املح معدنية زي فيتامينات زي انزيمات زي صبغات كل العناصر الغذائية اللازمة للحيوان خلي بالك بيمتدها من اللبن السرسوب يبا تعريف اللبن اخر مرة هو عبارة عن الافراز الغذي الطبيعي لاناس الحيوانات السديية عقب الولادة مباشرة وبعد انتهاء فترة السرسوب التي تتروح مدتها من 3 الى 7 ايام كلمة 3 الى 7 ايام تختلف على حسب نوع الحيوان يطرى هو ابقار ام جاموس يبا مدة اللبن السرسوب 3 الى 7 ايام طب السرسوب ده بيتميز بايه ايه اللي من صفاته يعرفني ده سرسوب سرسوب سريع التأثر بدرجة حرارة ومجرد ما تحطه على النار بيكون ما يسمى باللبن القطع او اللبن الرايب لا يتأثر بالمنفحة حمودته عالية نسبة الاملاح اللي موجودة ديهاه عالية جدا اذا السرسوب لا يصلح خلي بالك لصناعة المنتجات اللبنية طب انا لو جبتلك علل لا يصلح اللبن السرسوب لصناعة الجبن او اي منتج لبني ليه ايه سبب لان اللبن السرسوب اصلا خلي بالك سريع التأثر بدرجة الحرارة بطيء او لا يتأثر بالمنفحة بيحدثوا عملية تجبن بمجرد ما يتعرض لضرية الحرارة طب ايه الاشتراطات العامة التي يوجب او يوجب القانون التوافرها في اللبن المتداول طب بصيغة تانية خالص ايه هي شروط اللبن المتداول احنا اتفاقنا من شوية ان الالبان هاخدها من مجموعة انواع من الحيوانات الجموس الابخار المعز الاغناء هفكركم تاني بجملة انتاج اللبن من الجموس خمسين في المية الابخار تسعة واربعين في المية المعز والاغنام واحد في المية طب ارجع لللي احنا بنتكلم عليه وهو عبارة عن شروط اللبن المتداول ايه الشروط الاساسية اللي في اللبن المتداول ده لازم تعرفها كصاحب معمل او كمصنع منتجات لبنية ان يكون اللبن ناتج من حيوان سليمة وخالي من جميع الامراض المعدية سواء الامراض المعدية او الامراض التي تسبب مشاكل اثناء تصنيع المنتجات اللبنية طب يا ترى اي انواع الامراض بيكون خطير علي كمصنع لمنتجات لبنية خلي بالك مرض التهاب الضرع المرض ده خلي بالك بيحول الوسط الحامضي الى وسط قاعدي غير ملائم لعمل انزيمات المنفحة اذا الحيوان لو مصاب بمرض التهاب الضرع خلي بالك هيؤدي الى تحول الوسط الحامضي اللي هو المناسب ليا كمصنع منتجات البن الى وسط قاعدي غير ملائم خلي بالك طب انا اعرف التهاب الضرع ده ازاي اعلوه مليك هتلاقي ان الضرع الحيوان منتفخ الحلامات منتفخة حامرة التكتع الحلامات عشان اعمل عملية الحلب الطبيعي بتنزل كتل من اللبن مدممة دي بتتعالج بالمضادات الحيوية يبقى اول شرطة عندي في شروط اللبن المتداول ان يكون ناتج من حيوان سليم صحيا وخالي من جميع الامراض المعدية ان يكون نظيف وخالي من الشوائب خلي بالك ان يكون نظيف وخالي من الشوائب طبيعي في طعمه ولونه ورائحته تب تعال كده نشوف طبيعي في طعمه الطعم اللبن يميل الى الحلاوة ليه؟ لوجود سكر اللكتوس خلي بالك غير طعمه خلي بالك لونه لونه ابيض في اللبن الجاموسي واصفر في اللبن البقري رائحته يميل الى الرائحة الحيوانية الخفيفة تب نجع تاني غنة تاني كمان مرة ان يكون نظيف وخالي من الشوائب طبيعيا في طعمه ولونه ورائحته ان لا يكون قد سبق غليه ان لا يكون قد سبق غليه ما تغلاش ما تعرضش لدرجات الحرارة الحرارة غير كده كمان ان لا يتجبن بالغالية طب خلي بالك هو اللبن لو حدث له تجبن نتيجة رفع درجة الحرارة هيكون ايه السبب؟ هيكون يرجع السبب في سرعة تجبن اللبن عند التعرض لدرجة الحرارة خلي بالك لارتفاع نسبة الحموضة الحموضة هترتفع بالتالي هيتجبن اللبن ويكون ما يسمى باللبن القطع اللي نتكلم عنها شروط اللبن المتداول لازم تكون عندك خالفية بيها طراجل دارس البان عندك خالفية بصناعة البان انت هيوصلك اللبن عندك يبقى تجري عليه مجموعة من الاختبارات انت تقدر تعرف اول اللبن ما يوصلك عندك في معملك تقدر تعرف ان اللبن ده هو خلي بالك ناتج من حيوان سليم ولا مش سليم يبقى هنرجعه تاني مرة تانية شروط اللبن المتداول اللي هيتم استهلاكه سيان او تصنيعه الى منتجات لبنية مختلفة ان يكون ناتج من حيوان سليم وخالي من جميع الامراض وخاصة الامراض المعدية وخاصة ايضا الامراض التي تؤثر على عملية التصنيع مثل مرض التهاب الضرع الذي يحول الوسط الحامضي الى وسط قاعدي او خلوي وهذا الوسط غير ملائم لعمل انزيمات المنفحة ان يكون اللبن طبيعي في طعمه ولونه ورائحته واحنا التفاعل من شوية ان الطعم يميل للحلاوة ليه لوجود سكر اللون ابيض في اللبن الجاموسي واصفر في اللبن البقري طب انا هرجع لكلمة اللون دي شوية ليه اللبن الجاموسي ابيض واللبن البقري اصفر ليه السبب لو انا جبتها لك في صورة علل في الامتحان جبنا صورة علل لون اللبن البقري اصفر بينما لون اللبن الجاموسي ابيض لقدرة الجاموس على تحويل صبغة الكاروتين اللي يبتد لون الأصفر إلى فيتامين ألف يبقى كمان مرة تانية خلي بالك لو أنا قلت لك علل لون اللبن الجاموسي أبيض بينما لون اللبن البقري أصفر لقدرة الجاموس على تحويل صبغة الكاروتين إلى فيتامين ألف طيب لو أنا قلت لك علل تانية اكتساب اللبن الطعم المال إلى الحلاوة لوجود سكر اللاكتوز طب رائحة اللبن بتكون رائحة ايه ما لها رائحة حيوانية خفيفة حيوانية خفيفة اكمل بجيط شروط اللبن المتداول ان لا يتجبن بالغالي يعني معنى كده حمودته حمودة طبيعية طب انت عمان تقول حمودة ايه الحمودة مش عايز استعجل بيها ولسا جاي معتها بس اعرفها لك بسرعة هي عدد جرامات حمود اللاكتيك الموجودة في 100 سنتيمتر مكعب لبن ده والحمودة زادت عن الحد الطبيعي 14 من 100 الى 16 من 100 في المية اذا اللبن هحدث لعملية تجبن بالغالي ولنا حلقة كاملة ان شاء الله عن الحمودة وتقدرها داخل اللبن غير كده كمان من شروط اللبن المتداول ان يكون خالي من اي مادة مضافة يعني ما نضفنوش اي حاجة خالص وهديك المثال دلوقتي حالة وقال لا يكون قد نزع منه شيء من مكوناته لا تضيف للبن ولا ينزع منه طب انا هنزع منه هيتم منازع ايه الدهن وده اللي بقى احيانا بيحصل في بعض المعامل يبدأ ينزع الدهن عن طريق اجراء عملية فرز اللبن طب ما اضيفلوش حاجة زي ايه لو انا لجيت اللبن عندي ارتفع في الحمودة وده بيحدث في المعامل الخارجية اللي برا لا تخدع لا تخدع للرقابة قالك انه بيضيف ماء الاكسوجين لما اضيف اي مكونة اي مركب للبن اذا انت غيرت من طبعته طب هو بيضيف ماء الاكسوجين ليه ايه السبب عشان يقولك يمنع ارتفاع الحمودة عشان لما يروح يسلم اللبن ويعمل له عملية اختبار يلقى الحمودة حمودة ايه طبيعية ما يتجبنش منه بالغالي في حين انه ممنوع اضافة ماء الاكسوجين لا ينزع شيء من مكوناته يعني مكونات اللبن المكونات الطبيعية اللي احنا هندقل عليها حالا ان شاء الله خلي بالك ان تميز اوعية اللبن المطلوب يعني هميز وعاقي اللبن الجاموسي برقم خلي بالك ووعاء اللبن البقري برقم لا يجوز بيع اللبن الخليط خلي بالك خامل الجمهور لازم اميز واعرفه ان ده اللبن بقري ده لبن جاموسي وكلهم بيختار على حسب هويته او على حسب يطرع ممكن هايشربه الاطفال هو اللي هايشربه ناس عندها ضغطة ناس مش عايزها دهون يبا لازم اعرف ان اللبن ده جاموسي او بقري وما يحدث عملية الخلط نهائية تعالوا بقى لتركيب اللبن ومن هنا هنبدأ نركز بنسبة 100% تركيب اللبن والحالة التي توجد عليها مكونات اللبن واهميته الغذائية يتركب اللبن خلي بالك من اتنين من المكونات الاساسية والرئيسية للبن او مجموعتين المكونات الكبرى اللي بعديها هيقول لك المكونات الصغرى تاب نشوف المكونات الكبرى انا ليه سمتها مكونات كبرى لوجودها بنسبة اعلى داخل اللبن ايبا ارجع تاني تركيب اللبن خلي بالك يتكون من المجموعتين اساسيتين هما المكونات الكبرى والمكونات الصغرى نشوف المكونات الكبرى هي التي تشترك في اللبن بنسبة اكبر زي ايه تحفظهم صم وتفهمهم مصبوط الماء الدهن البروتين سكر اللبن الاملاح المعدنية اذا عندي المكونات الكبرى كان مكون خمسة المياه الدهن البروتين سكر اللبن اللي هو اللاكتوز الاملاح المعدنية دي تسمى المكونات الكبرى اما المكونات الصغرى هي عبارة عن اربعة الفيتامينات الصبغات الانزيمات الغازات يبقى المكونات الصغرى كان مكون اربعة والمكونات الكبرى كان مكون خمسة اذا كل مكونات اللبن تسعة بس لازم انا اجسمهم المجموعتين مكونات كبرى ومكونات صغرى ان ذكرنا ان المكونات الكبرى هي التي تشترك في اللبن بكمية اكبر اذا المكونات الصغرى هي التي تشترك في اللبن او مودودة ولكن بكمية اقل المكونات الصغرى عبارة عن بيتامينات انزيمات صبغات غازات طبعا كل المكونات دي هتشرح بالترتيب بس تعال نلخص كده ويمكن تلخيص تركيب اللبن في الآتي تركيب اللبن عبارة عن ايه جوامد زائد ماء طب الجوامد الكلية هي عبارة عن ايه خلي بالك الجوامد الكلية هي جميع مكونات اللبن مع عدل ماء خلي بالك انا بتكلم في الجوامد الكلية الجوامد كله عبارة عن جميع مكونات اللبن ما عدا الماء طب نشوفت لبعديها الجوامد الصلبة اللادهنية هي عبارة عن جميع مكونات اللبن ما عدا الماء نسميها الجوامد الصلبة الكلية طب الجوامد الصلبة اللادهنية عبارة عن جميع مكونات اللبن ما عدا الماء والدهن يقصد به المكونات الصغرى اللي عبارة عن الفيتامينات الصبغات الانزيمات الغازات هارجع تاني لان انا ذكرته من شوية خدنا تعريف اللبن شروط اللبن المتداول واحنا ركزنا علىها جامد خلي بالك تعريف اللبن مرة تانية لانه مهم جدا جدا خلي بالك لان انت مش هتدرس البن وما انت باش عارف تعريف اللبن وعبارة عن ايه اللبن بيأخذ من الحيوانات زي ما ذكرته وبعدها للمرة التانية سواء كانت الجاموس او الابقار او الماعز او الاغنام كل يشترك على حسب نسبته كل نوع من انواع الحيوانات له نسبة في الاشتراك زي ما قلنا 50% اللبن الجاموسي 49% اللبن البقري او اشتراكه الابقار 1% الماعز والاغنام قلنا تعريف اللبن هو عبارة عن ايه التاني كمان مرة هو الافراز الغدي الطبيعي لاناس الحيوانات السديية عقب الولادة مباشرة وبعد انتهاء فترة السرسوب اللي سمناها فترة اللبأ التي تتروح مدتها من ثلاثة لسبع ايام ووضحنا السرسوب مخصص ليه او ايه سبب وقلت فيها اتنين علل اللي بقى لك لا يصلح اللبن السرسوب اللي بقى لك لصناعة المنتجات اللبنية وانه ليه لارتفاع نسبة الكولوريدات وزيادة الجوامد الصلبة وسريع التأثر بالحرارة وضعيف التأثر بالمنفحة من ضمن شروط اللبن المتداول ان يكون ناتج من حيوان سليم وخالي من جميع الامراض المعدية وايضا خالي من الامراض التي تؤثر على العمليات التصناعية مثل مرض التهاب الدرق ان يكون لونه او طعمه او رائحته طبيعي لا يتجبن بالغالي يعني الحمودة مش مرتفعة لازم احدد نوع اللبن اذا كان بقري او جموسي بالاضافة الى منع بيع اللبن الخليط اما مكونات اللبن اللي تتكلمنا عنها من شوية والتي تقسم اللبن الى مجموعتين او مكونات عبارة عن مجموعتين مكونات كبرى ومكونات صغرى المكونات الكبرى هي عبارة عن الماء الدهن البروتين سكر اللبن سكر اللبن اللي هو اللاكتوز الاملاح المعدني اما المكونات الصغرى عبارة عن الفيتامينات الانزيمات الصبغات الغازات لخصنا الموضوع كله في تعريف الجوامد الكلية هي جميع مكونات اللبن ما عدا الماء الجوامد الصلبة اللا دهنية جميع مكونات اللبن ما عدا الدهن والماء الجوامد الصلبة خلي بالك اللا دهنية سكرناها اما الدهنية جميع مكونات اللبن بما فيها الدهن وخلي بالك ان الدهن اغلى مكونات اللبن طب نبدأ نفصل المكونات الكبرى كل مكون على حدة والمكونات الصغرى ايضا كل مكون على حدة هنتكلم عن مين حاليا ان شاء الله عن مكونات اللبن بالنسب مكونات اللبن الكبرى اول مكون عندي هو عبارة عن الماء نسبته في اللبن البقري تسعة وتمانين في المية نسبته في اللبن البقري تسعة وتمانين في المية واللبن الجاموسي واحد وتمانين في المية تلاحظ هنا ان نسبة المية مخفضة داخل اللبن الجاموسي عن اللبن البقري احنا خدنا نضمن المكونات الكبرى الماء والدهر طب تعالوا اشوف الدهر في اللبن الجاموسي ستة لتسعة في المية واللبن البقري 3 إلى 6% هأرجع للأرقام وأكد عليها مرة تانية أول مكون عندي هو عبارة عن الماء نسبة الماء داخل اللبن البقري تصل إلى 89% أما داخل اللبن الجاموسي تصل إلى 81% طب نسبة الضهر كلامي عن المكونات الكبرى لما كان مكون برافو عليك 5 مكونات نسبة الضهر في اللبن الجاموسي 6 إلى 9% أما نسبة الضهر في اللبن البقري 3 إلى 6% طب تالت مكون من المكونات الكبرى هو عبارة عن البروتين نسبة البروتين مجمعة 3.55% خلي بالك هنقف شوي عند المعضوع البروتين وخلي بالك أن البروتين هو أساس تصنيع المنتجات اللبنية هو اللي بديني الجوامد اللي بينتج عنها صناعة الجبنة كاملة سواء كان الجبن ضمياطي أو جبن جافة أو أي نوع من أنواع الجبن يقسم البروتين إلى كازين وبروتينات شرش نسبة الكازين داخل اللبن 3% ونسبة بروتينات الشرش 55 من 100% أرجع تاني للبروتين وقالت لحضراتكم نسبته داخل اللبن 3.55% ويقسم البروتين إلى الكازين وبروتينات الشرش الكازين ده هو اللي بيحدث ما بينه وما بين المنفحة التفاعل عشان يديني ما يسمى بالخطرة اللي هي في النهاية بتديني الجبن أما بروتينات الشرش تفقد مع الشرش أثناء عملية التصنيع بروتينات الشرش مقسمة إلى ألبيومين وجلوبيولين نقول لك مرة ألبيومين وجلوبيولين نسبة الألبيومين 50 من 100% ونسبة الجلوبيولين 5 من 100% نرجع تاني للبروتين مقسم إلى البروتين نسبته كلية 3.55% مقسم إلى كازين بالإضافة إلى بروتينات الشرش نسبة الكازين 3% نسبة بروتينات الشرش 55 من 100% بروتينات الشرش تقسم إلى ألبيومين وجلوبيولين الألبيومين نسبته داخل اللبن 50 من 100% الجلوبيولين نسبته داخل اللبن 5 من 100% يبعنا خدنا كم مقونات الكبرى؟ 3 الماء الدهن البروتين باية عندي سكر اللبن ويسمى سكر اللاكتوز اللي احنا ذكرناه قبل كده وقلنا خلي بالك أنه يكسب اللبن الطعم الحلو أو الماء إلى الحلوة نسبة سكر اللبن 4.5% من 100% عندي سكر اللبن بأسميه أو أطلق عليه سكر اللاكتوز خامس مكون من مكونات اللبن الكبرى هي عبارة عن أملاح معدنية نسبتها 81 من 100% 81% إذن كم مكون عندي بالنسب في المكونات الكبرى؟ خمس مكونات الماء الدهن البروتين سكر اللبن الأملاح المعدنية ذكرناهم بالنسب ولازم تأكد على مجموعة النسب أو الأرقام دي لأنها ممكن تجيلك في صورة أكمل اللي قالك أو ممكن تجيلك في صورة صح وخطأ ناخد أول مكون بالتفسير وهو عبارة عن الماء أذكرك بنسبته داخل اللبن الجاموسي والبقري في اللبن الجاموسي يشترك الماء بنسبة 81% أما اللبن البقري 89% يا ترى النسب دي قبله للتغيير ولا سبته؟ لا ده قبله للتغيير لأنه بتختلف نوعية الحيوانات عن بعضها يعني في الجاموس نفسه بيختلف قدرة الحيوان على إنتاج الدهن ممكن تختلف على حسب التغذية أو نوع العليقة ده يخلي نسبة الدهنة أعلى مقارنة بالماء إذن نشوف كده المكونات الصغرى ليس هي عندي كمان بعد أن ننتهينا من المكونات الكبرى خش على المكونات الصغرى وبرضو أأكد عليك تاني على حضراتكم خلي بالك ركز فيما يذكر في تركيب اللبن عندي فيه فيتامينات، إنزيمات، صبغات، غازات أول جزئية عندي في المكونات الصغرى هي عبارة عن الفيتامينات كمان ألم собой أما الزائبة في الماء مثل به وجيم يبقى ده القسم الاول او الجزء الاول في المكونات الصغرى اللي هي عبارة عن الفيتامينات تابعين جعل بعديها الصبغاط الصبغاط اللي هي بتدي لون اللبن يا ترى ابيض والاصفر خلي بالك ان الصبغاط ايضا بتتحكم في لون الشرش اللي هو المنتج الثانوي اللي احنا بنعتبره من المخلفات اللي احنا حاليا دلوقتي ما بنسموهش مخلفات لان المادة الغذائية الوحيدة وذكرتها بلي كده اللي لا يوجد لها مخلفات نهائيا هي عبارة عن الشرش هي عبارة عن اللبن حتى الشرش يجرى معالجته ويستخدم في الرأي حديثا نشوف الصبغاط زائبة في الده مثل الكاروتين والزنزوفيل ده خلي بالك الصبغاط زائبة في الده وحنا بتكلم واحد واحد خالص عشان كله يركز فيها لان دي مهمة جدا لانها هتتحكم بعد كده في فهمك لمادة الالبان وحكمك عليها واجبتك عن اي سؤال الصبغاط الزائبة في الده مثل الكاروتين والزنزوفيل اما الصبغاط الزائبة في الماء مثل اللاكتو كروم اللاكتو كروم لذلك لما ديجي مسلا اه بعد كده وقول لك علل اتساب الشرش اللون الاصفر المخدر هتقول لي الوجود ايه صبغط اللاكتو كروم تبقى ارجع تاني ليه اللبن الجموسي ابيض واللبن البقري اصفر اللي جو قل لقدرة الجموس على تحويل صبغط الكاروتين اللي هي زائبة في ايه زائبة في الده الى فيتامين الف اذا البيتامينات تقسم الى زائبة في الماء وزائبة في الده الصبغاط تقسم الى زائبة في الدهن وزائبة ايضا في الماء خدنا البيتامينات الزائبة في الدهن الف دال هي كاف اما الفيتامينات الزائبة في الماء به وجيم الصبغاط زائبة في الدهن مثلا كاروتين وزنزوفيل اما الزائبة في الماء مثلا اللاكتو كروم خدنا كده الفيتامينات والصبغاط تعالى على الانزيمات قبل ما اتكلم عن الانزيمات لاحظ ان الانزيمات دي بتستخدم في الكشف عن كفاءة المعاملات الحرارية اللي انت هتاخدها بعد كده لان اللبن لما يعامل حراريا انا عايز اكشف عليه تم معاملته حراريا بطريقة جيدة تم القضاء بها على جميع الميكروبات ولا لا الانزيمات هي اللي بتحجج لي خلي بالك جدية المعاملات الحرارية او اللبن تعرض للحرارة بكمية كافية ولا لا نشوفوا الانزيمات مثل انزيم اللايبيز ده موجود داخل اللبن انزيم الاكسوديز البايروكسوديز خلي بالك الكاتاليز والفوسفاتيز تب نركز على تاني على الانزيمات الانزيمات الموجودة داخل اللبن مثل انزيم اللايبيز والاكسوديز والفوسفاتيز خلي بالك او الفوسفاتيز عندي الكاتاليز الكاتاليز او الكاتاليز الاثنين مسمى واحد اذا لحد دلوقت احنا خدنا تلات مكونات من المكونات الصغرى هي عبارة عن الفيتامينات خلي بالك الصبغات الانزيمات اما الغازات الموجودة داخل اللبن هي عبارة عن سانوكسيدي الكربون خلي بالك الاكسوجين والنيتروجين دي كانت المكونات الصغرى بل تكلمنا عنها من فترة وبالنسب خلي بالك وبالمكونات المكونات الكبرى والمكونات الصغرى تكلمنا عن المكونات الكبرى بالنسب بتاعتها المكونات الصغرى بتقسيماتها تب ندخل على المكونات الكبرى اول مكون من المكونات الكبرى هو عبارة عن الماء الحالة التي يوجد او توجد عليها مكونات اللبن اولا الماء هو المية موجودة داخل اللبن ليه عشان تخلي اللبن في صورة سائلة تب نسبة المية داخل اللبن الجاموسي احنا وقالين قبل كده 81% زاد عليها لاني من شوية قلتلك اني بتختلف الحيوانات او طرقة التخزيه عن بعضها من 81% ل83% اذا نسبة الماء داخل اللبن الجاموسي تتراوح ما بين 81% الى 83% في اللبن الجاموسي و85% ل86% في اللبن البقري في اللبن البقري كمان مرة نسبة الماء داخل اللبن الجاموسي تتراوح ما بين 81% الى 83% اما اللبن البقري من 85% الى 86% من مجموع كمية المية كلها هتلاقي عندك 96% في حالة حرة ما معنى ان الماء في حالة حرة يعني يمكن التخلص منه في صورة شرش عند اجراء عملية التصنيع كمان مرة 96% من المية اللي هي من كام اللي هي من 81% الى 83% او من 85% الى 86% على حسب نوع اللبن اقدر اتخلص منها خلي بالك في صورة شرش اثناء عملية التصنيع يتبقى كام من المية في المية 4% في صورة حالة مرتبطة لان اي جزيئات من اي مكونات لازم يرتبط بها الماء زي انت ما خدت في سنة اولى في الكيمية الماء الهايجروسكوبي عندنا نسبة 4% من الماء مرتبط بباقي جزيئات اللبن الماء يجعل اللبن في صورة يسهل الحلب او يسهل عملية الحلب وتسهيل عملية الرضاعة وتسهيل عملية الهضم بل ان الماء ايضا له وظيفة تانية خالص وسط انتشار لباقي مكونات اللبن ده المية بتعمل حاجة تانية تساعد على اجراء التفاعلات الكيميائية ده بتعمل حاجة تانية يساعد على ازابة خامات التصنيع يعني لو انا بصنع جبنة يبقى انا هضيف ملح ايه اللي هيدوب الملح عند اضافته خلي بالك الماء اللي نسبتها بتتروح من كامل كامل في اللبن الجاموسي من 81% ل83% وفي اللبن البقري 85% الى 86% اتفعنا مع بعض من شوية والتأنى 96% من جملة الماء سواء كان في البقري او في الجاموسي توجد في حالة حرة بمعنى يمكن التخلص منها في صورة شرش اثناء عملية التصنيع اما 4% توجد في حالة مرتبطة بباقي المكونات اتفعنا مع بعض دلوقتي ان اللبن خلي بالك الماء داخله تخلي اللبن في صورة سائلة عشان تسهيل الرضاعة تسهيل الحلبة نشاط التفاعلات الكيميائية ازابة الخامات خلي بالك تخلي جميع جزيئات اللبن منتشرة خلي بالك بصورة عشوائية خلي بالك ان عند مكونات اللبن وسط ملائم للتفاعلات زي ما ذكرنا اثناء عملية الصناعة طيب نشوف تاني يبقى اول مكون زكرناه هو عبارة عن الماء نتكلم فيه تاني خلي بالك الماء وانا بأكد جدا على مجموعة الارقام قلت كمان مرة نسبة الماء داخل اللبن الجاموسي 81-83% وداخل اللبن البقري 85-86% 96% من جملة ماء اللبن توجد في صورة حرة و4% في صورة حالة مرتبطة الحالة الحرة يمكن التخلص من الماء في صورة شرش اما الحالة المرتبطة دي موجودة مثل الماء الهايجروسكوبي قلت الماء من اهميتها او وظيفتها بتعمل ايه؟ تسهل عملية الحلب والرضاعة والهضمة وسط ملائم للتفاعلات الكيميائية تعمل على ازابة خامات الصناعة بتجعل اللبن في صورة سائلة تبتاني مكون هو عبارة عن اغلى مكون داخل اللبن هو عبارة عن اهم مكون داخل اللبن اللي بيحدد لي تصافي المنتج اللي هو عبارة عن ايه؟ الدهنة يبقى ارجع كمان مرة ولت المكونات الكبرى عبارة عن الماء الدهن البروتين سكر اللبن الاملاح المعدنية انتهينا من الماء عرفنا نسبتها عرفنا دورها بتعمل ايه؟ الحالة التصنيعية بتاعتها يطر اهميتها ايه او دورها ايه في عملية التصنيع او عملية الاستهلاف او عملية الحلب اما الدهنة نسبته ستة لتسعة في المية في اللبن الجاموسي وتلاتة لستة في المية في اللبن البقري اذا ذكرنا ان الدهنة نسبته تلاتة لستة في المية في اللبن البقري وستة لتسعة في المية في اللبن الجاموسي يا ترى الدهنة ده عبارة عن ايه؟ خلي بالك الدهن عبارة عن احماض دهنية خلي بالك أن الحبيبات الضهر تختلف أكثرها وأحجامها عن بعضها لا يرجع إلى إيه؟ يرجع لنوع الحيوان يرجع للتغزية أو للعلاق طب يطرح حبيبة الضهر محاطة بغشاء رقيق من الفسفوليبيدات الغشاء الرقيق ده له وظيفة أو أهمية خلي بالك بيخلي الضهر في حالة مستحلبة بيمنع انفصال الضهر في صورة طبقة زيتية خلي بالك تاني؟ طب أنا أرجع تاني للضهر وعلى فكرة الضهر ده هنعيده تاني خلي بالك أنه مهم جدا وهأرجع تاني لمكونات الضهر أو محتوى نسبة الضهر داخل اللبن الجاموسي 6-9% وداخل اللبن البقري 3-6% ويوجد الضهر في صورة حبيبات يحاط كل حبيبة بغشاء رقيق من الفسفوليبيدات هذا الغشاء له وظيفة أو له أهمية إيه هي الأهمية؟ يمنع تجمع الضهر أو يجعل الضهر في صورة مستحلبة يعني زائبة ووزعة على جميع أجزاء اللبن بالإضافة إلى يمنع انفصال الضهر في صورة طبقة زيتية يمنع انفصال الضهر في صورة طبقة زيتية الضهر مهم جدا لأننا ذكرت قبل كده قلت بيحدد التصافي بالإضافة إلى أنه حاجز ميكانيكي اللي هو عبارة عن الغلاف الموجود حوالي حبيبات الضهر حاجز ميكانيكي يمنع انفصال الضهر أثناء عملية التصنيع يساعد في عملية خفق القشطة عند صناعة الزبدة وكلمة خفق عبارة عن خض يبقى اللي تكلمنا عنه في الضهر نسبته هو عبارة ولد 36% في اللبن البقري 69% في اللبن الجاموسي تحاط كل حبيبة بغشاء من الفوسفوليبيدات رقيق جدا له وظيفة تسبيت حالة الاستحلاب المساعدة في تكون طبقة القشطة خلي بالك حاجز ميكانيكي يمنع الضهر من الانفصال غير كده كمان يساعد في عملية خفق القشطة او عملية الخض طيب الضهر اللي ذكرنا خلي بالك ان نسبته في اللبن البقري 36% نسبته في اللبن الجاموسي 6-9% طب نغى في وقفة بسيطة خالص إبا ذكرنا من البداية تعريف اللبن خلي بالك عندك اشروط الواجب تداولها او توافرها في اللبن المتداول مكونات اللبن وتشمل مكونات كبرى ومكونات صغرى ذكرنا المكونات الكبرى ذكرنا المكونات الصغرى بدأنا نتكلم عن المية بدأنا نتكلم عن الدهنة خلي بالك وإن المكونات الكبرى عبارة عن خمس مكونات المكونات الصغرى عبارة عن أربع مكونات بدأنا نفصل كل مكون على حدة ونذكر النسب خلي بالك في المية وقالت نسبة المية 81% ل83% في اللبن الجاموسي بتصل في اللبن البقري من 85% إلى 86% المية خدت حجها في الشرح الأرقام تأكد عليها عود نفسك دايماً تاخد الحصة أو تاخد الدرس تروح البيت ابدأ عملية المراجعة مباشرة أنت ما رحتش المدرسة طب ما حجقتش الحضور داخل مع المدرس لا أرجع للتلفزيون أو أرجع لليوتيوب هتلاقيك شرح كامل مكمل إن شاء الله بالإضافة إلى كامل تاني أرجع لحسنتي الدهنة خلي بالك ده المكون الرئيسي أو التاني في المكونات الكبرى أما المكونات الصغرى كانت تشمل أربع مكونات بقى أذكر حضراتكم بهم مرة تانية هي عبارة عن الإنزيمات الصبغات الغازات البيتامينات أسمنا الفيتامينات إلى زائبة في الضهر زائبة في الماء أسمنا الصبغات إلى زائبة في الضهر زائبة في الماء اتكلمنا عن الإنزيمات وذكرنا فيها أنها تستخدم في الكشف عن حالات غلي اللبن أو المعاملات الحرارية ذكرنا الغازات اللي موجودة من ضمنها النيتروجين والأكسجين وسان أكسيد للكربون وإن في الضهر كمان مرة أخيرة تانية أن الضهر تتروح نسبته من ثلاثة لستة في المية في اللبن البقري وستة لتسعة في المية في اللبن الجاموسي حبيبات الضهر محاطة بغشاء رقيق جدا من الفسفوليبيدات له وظيفة أو له أهمية أثناء عملية التصنيع من ضمنها بكررها مرة أخرى أنها تساعد في أثناء عملية الخفقة وتحويل القشطة إلى زبط بالإضافة إلى حاجز ميكانيكي لمنع انفصال الضهر في صورة طبقة زيتية بيساعد على تجمع القشطة خلي بالك تاني غير كده كمان بيخلي الضهر في حالة مستحلبة في حالة مستحلبة كده إحنا ناهي انتهينا من الضهر انتهينا من المية حلاتنا خلصت معاك وسريعا وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله كان معكم مهندس ناشة الجصاص موجه ألبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته